نحن الذين نسهر على راحتكم ونضمد جراحكم من يضمد جراحنا التي يعلم الجميع عمقها ولم يكلف أحد سبر غورها نحن وإن كنا نئن في صمت وصبر لكن للحليم غضبة وقديما قالوا احذر غضبة الحليم أطباء ليبيا وملائكة الرحمة وجيشها المنكوب بالإهمال أبيض الثوب والقلب واليد وبعد سنوات قدم خلالها ما لا يمكن لأحد أن يقدمه الجيش الصامت الصامد الذي دفع فاتورة الأوبئة جنائز خطفت خيرة هذا الكادر أيقنهم أيضا بعض المعلمين والأكاديميين أن الحقوق لا تهب بل تنتزع فنحن لسنا في زمن الهبات والمنح والأعطيات وإنما في زمن فرد العضلات ومن أين لهؤلاء بها وهم من يقضون الأيام والليالي ذات العدد بين مريض عاجز وجريح ومكلوم ولا يملكون دفع الإجرام الذي يتربص بهم ويداهمهم في غرف العمليات والعنايات بعد أن يخترق حواجز الأمن الهشي أو المعدوم لكن كما سبق للحليم غضبة وللهاد ثورة فبعد أن أيقنت كل الفئات أنه لا حل للمعضلات إلا بفرد العضلات وأن الحكومة لا تستجيب إلا بعد الإغلاقات وإخراج الآهات المنكوبة وفي خطوة تصعيدية جديدة لفئة عانت الحرمان في غفلة أو تغافل من المسؤولين غير المسؤولين أعلنت النقابة العامة لأطباء ليبيا أن اجتماع النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة خرج بالاتفاق على إعلان الإضراب العام والكامل في كل المرافق الصحية على كامل تراب ليبيا جملة قد تمر هادئة في بادئ الأمر لكن وراءها ما لم يكن توقع واقبه الأليمة على حياة المواطن الذي اجتمعت عليه إغلاقات عدد من المؤسسات لكن أشدها تلك التي يفزع إليها إذا ما ألم به أو بأحد أفراد أسرته الألم الذي لا يستأذن في طرق الأبواب ولا يختار الوقت الملائم عندها لا تجدي تبريرات الحكومة التي دفعت شريحة الأطباء ومساعدهم إلى هذا القرار الأخطر في عشرية ليبيا الأخيرة آملين أن تعود الحكومة إلى رجدها وتعالج ما كان من الخلل في قراراتها العشوائية التي زادت المعاناة وعمقت الجراح